أقر مجلس الشعب مشروع القانون النظم لتعيين القضاة العقاريين وأنهاء العمل بالقانون رقم 89 للعام 1958 وأصبح قانونا ويختص القانون بآلية وشروط تعيين القضاة العقاريين الذين يقعوا على عاتقهم عبء إنشاء الملكية العقارية وفض النزاعات بشأنها كما يتضمن منح ميزات تساعد القضاة العقاريين في إنجاز أعمالهم أهمها الحصانة والتعويض وسن التقاعد أسوة بغيرهم من القضاة ووفقا للقانون الجديد فأن القضاة العقاريين مكلفون بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة ويساعدهم في عملهم عدد من العاملين يرتبطون إداريا فيما يتعلق بممارستهم لعملهم بالمدير العام للمصالح العقارية المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أوضح أن مساحة أعمال التحديد والتحرير وإزالة الشيوع بلغت عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعين ألف هكتار أي ما يعادل نحو ستين بالمئة من مساحة سوريا الإجمالية قانون يدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية ويعزز دور المديرية العامة للمصالح العقارية الأمر الذي يؤدي إلى تلافي أسباب التأخير في فصل الدعاوى المنظورة أمام القضاة العقاريين بلال معروف التلفزيون العربي السوري مجلس الشعب